أقرب إلى تطورات المشهد السياسي ينضم إلينا مباشرة بصوت وصورة المحلل السياسي السيد جاسم الغرابي بداية محببك سيد جاسم في نشرة الثالثة لهذا اليوم بداية الحديث اليوم عن مبادرات ولجان للحوارات واجتماعات ولكن كل هذه البوادر غير ناضجة حتى هذه اللحظة هل من الممكن تشكيل الحكومة في ظل التقاطعات السياسية الحالية يعني كما تعلم البيت الكردي هناك تقاطعات ما بين البرتي واليكتي خصوصا بعد انسحاب التيار الصدري ومن الممكن ربما أن تكون هناك شروط مسبقة إلى حين انضمامهم إلى الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة القادمة كيف تعلق تحية طيبة لكم عزيزي ولمشاهديكم الكرام الحقيقة هناك مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل هذه المشكلة لا تستطيع قوة الإطار كلها وبأجمعها حتى وأن جمعت العدد الكافي وفق الدستور إذا لم تكن مشكلة العقدة في البيت الكردي إذا لم تحل عقدة البيت الكردي بتحديد من هو رئيس الجمهورية والتوافق عليه أحسن فأنا أعتقد لا نستطيع اليوم بالولوج في كل المباحثات الأخرى لأنه في حالة وجود رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ومن ثم التصويت عليه من الممكن على رئيس الجمهورية يكلف الكتلة الأكبر بتحديد رئيس الوزراء فاليوم المشكلة المتجذرة هي مشكلة كردية كردية وعلى الفاعل السياسي العراقي وخاصة الأكوة الكرد حل المشكلة وانتقال بالعراق من محور إلى محور آخر ليتسنى لهم المباحثات في قضية رئيس الوزراء أما قضية الأكوة في الإطار التنسيقي فالعملية مركبة اليوم بعد أنزال الضغط السياسي المتسلط كان من الكتلة الصدرية الفائزة بـ 75 مقعد وبان المشهد واضح اليوم الكتلة الأكبر للإطار على الإطار أن لا يستعجل في تشكيل الحكومة وأن لا يستعجل في تحديد رئيس الوزراء إلا وفق متطلبات أو رؤية التيار الصدري في حالة تجاهل التيار الصدري وتجاهل حكومة قد لا يرضى بها التيار الصدري ستكون هناك مشاكل وكذلك حين يرفع اسم يعني يستفزة التيار الصدري كذلك ستخلق مشكلة أخرى أي اسم أداره في العملية السياسية أو عمله في العملية السياسية سابقا أعتقد سوف يستفز كل الأطراف ويستفز الشعب وأنا أعترض على كل ما وردت في أحد التقارير أنه تشريني والتشريني والتشريني حل الوحيد للعملية السياسية لأنه التشرينيين جربنا ذهبوا شهداء وذهبوا وذهبوا الجرعة وجاء من ركب الموجة لكنها غيرت المعادلة السياسية وانتجت لنا حكومة سيد مصطفى الكاظمي لكن نتحدث عن هذا الإجراء أيضا في محور آخر انسحاب النواب الصدريين يعني كما تعلم سيد جاسم خلق فجوة كبيرة داخل المشهد السياسي والإطار لربما الآن على أقل تقدير يشعر بنشوة الانتصار هل سيكمل المشوار بهذه النشوة والدخول إلى البرلمان بالكتلة الأكبر خصوصا وتقارب المقاعد ما بين دولة القانون والفتح وكل من يطلق على نفسه أنا بأكبر المقاعد يعني أقول لك شيء عزيزي يعني الفاجعة العظمى السياسية التي وقعت في العملية السياسية التي رفضها الشارع العراقي منذ 2010 رفض العملية السياسية رفضا قاطعا وبدليل نتائج الانتخابات كلها نسب متدنية للحضور في الواقع السياسي الفاجعة الكبرى التي وقعت في هذه المرة هو انسحاب التاري الصدري لأنه رقم في العملية السياسية لا يمكن تجاهده على الفرقاء السياسيين كلهم كانوا يبترض عليهم أما يذهبون كلهم للاستقالة ومن ثم إلى انتخابات مبكرة أو لا يتقاطعون فيما بينهم على ضوء نتائج انتخابات وصعود مستقلين أو متحذبين جدد مقابل التاري الصدري فأنا أعتقد ستكون هناك مشاكل بالنسبة أعداد المقاعد في الإطار التنسيقي وكل من سوف يقول عدد أفراد قائمتي هكذا فائزين وأعتقد ستكون هناك مشاكل ولكن بالتالي أنا أحذر بالنتيجة عدم يعني عدو التهاون بمباحثات كبيرة يجب أن تفرض مع التاري الصدري بالموافقة على الرئيس الوزراء القادم هناك دعوات من قبل قادة الإطار يوم أمس وربما أطلقوا مبادرات أخرى بحل البرلمان ويجراء انتخابات نيابية أخرى مبكرة وكذلك سيد العبادي أيضا يوم أمس يعني حذر من واقع معقد لا نهاية له يعني باعتبارك كمحلل سياسي ما الذي يقصده سيد العبادي يعني هل من الممكن أن نشهد تدخلا خارجيا لفك هذا الانفكاء أو الانغلاق السياسي سأتيك بغض النظر عن سؤالك سيد العبادي سأتيك بأمرين الأمر الأول يعني حلين الحل الأول نذهب إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر والحل الثاني البقاء على سيد الكاظمي وتجديد ولايتي هذا سوف توافق عليه الأخوة في التائر الصدري إذا وافق التائر الصدري على بقاء السيد الكاظمي أنا أعتقد الأمور سوف تنتقل إلى بر الأمان أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر غير ذلك لا يكون في العراق طيب هل تعتقد بأن الحكومة خاصة بعد تأخر تشكيلها لمدة أكثر من ثمانية أشهر إلا ربما ستكون ذات قوات تستطيع مواجهة التحديات والأزمات وخروج العراق إلى بر الأمان هل ستتمكن أن تكون بمأمن هذه الحكومة القادمة من المعارضة الشعبية من قبل التيار الصدري وجماهيره وكذلك من المعارضة البرلمانية في ظل هذه التقاطعات السياسية وعلى موجود رؤية سياسية أعتقد من الصعب جدا كيف؟ لأن هناك تقاطعات سياسية كبيرة جدا المشهد السني مرتبك والمشهد الكردي مرتبك والمشهد الشيعي مرتبك هناك تقاطعات كبيرة أمس رأينا هناك انسحابات من تقدم وهناك وستأتي انسحابات من غيرها وستكون هناك انسحابات في الإطار التنسيقي من خلال تجدد أعداد المقاعد والحصول على المغانب في الوزارات لو نذهب إلى فرضية تشكلت الحكومة هناك من يراهن على انشقاقات في داخل البيت السني وكذلك هناك من يراهن أو يحاول أن يشق البيت الكردي لغايات معروفة لربما والتحالف مع باقي القوى المستقلة هذه الأمور لربما ستغنيهم عن لربما هذه الانتفاضات الشعبية لربما ستراقب أداء الحكومة كل الحديث سابق لأوانا أنا قلت لك حلان الحل الأول هو التجديد لسيد الكاظمي يرضى التيار الصدري اليوم المعضلة الكبيرة في الشارع وفي موضوع المظاهرات الشعبية والمعارضة الشعبية هو الشعب العراقي والتيار الصدري يستطيعان تحريك الشارع أما تجديد لولاية السيد الكاظمي أو الذهاب إلى الانتخابات المبكرة وفي حالة وجود رئيس وزراء من كتلة كبيرة مثل الإطار يجب أن تكون هناك عمل جاد ومضمي يستطيع أن يقدم للشعب العراقي من خدمات بحيث ترضى عليه كل الكتلة السياسية بحيث لا يوجد مبرر للظهور عليه في انتخاب مظاهرات عليه فأنا أشك بأن يكون هناك رئيس وزراء يستطيع اليوم اختزال كل المشاكل العراقية منذ 2003 إلى هذا اليوم خلال سنة أو سنتين طيب هذا ما تحدثت عنه حول شخصية رئيس الوزراء نتحدث عن سيناريو رئيس الجمهورية من تتوقع؟ هل سيكون من البارتي أم من اليكهتي؟ الحل القريب الذي توصل إليه الحزبان اليكهتي والبارتي هو أن تكون أربع سنوات لكل حزب ومن ثم الاتفاق على رئيس البرلمان أو محافظة غير كوكي هذه المشاكل التي تتدخل بما بينهم فأنا أعتقد إذا ذهبوا إلى كل حزب أربع سنوات ستكون المشكلة أقل تعقيدا نعم حدثنا بأصوتي وأصورة من مغداد السيد جاسم الغرابي المحلل السياسي شكرا جزيلا لك الانضمام بك إلينا في نشرة الثالثة